اشتركوا في القناة 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 نحضر الكريم نحتاج 4 صفار 60غ سكرسانيدا كيس سكرفاني جوج الأوراق جيلاتين 300 تامين 30% من مواد دهنية بالنسبة للطريقة نأخذ الإناء كمية مهمة الماء نأخذ الأوراق ثلاثة ثلاثة نستعمل فقط جوج الأوراق ثم نأخذ الكسرونة نأخذ كمية السكر ونجعل الكراميل في نفس الوقت نأخذ الإناء نأخذ صفار البيض مع الكيس السكرفاني نخلطهم جيدا ونجعل الكريم كمية السكرفاني ثم نأخذ السكرفاني نحركه في ملعقة خشبية نجعل الكراميل ونجعل الكراميل لأنه سنجعله ونجعله ونجعله كمية السكرفاني ونجعله 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 فوق الخليط السكرفاني ونجعله 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 كمية السكرفاني ونجعله 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 المجمد على الاقل ساعتين ونحضر الجنواز بالكاكاو اللي نحتاج لها أستادي الحبات البيض مع 180 جرام السكر سنيدة و180 جرام ما بين دقيق الابيض والكاكاو المر فاستعملت 140 جرام دقيق الابيض و40 جرام ديال كاكاو المر اما بالنسبة لطريقة الجنواز فاستعمل لكم الابيض في صندوق الوصف كي لا نطول شعلكم في هذا الفيديو وهنا بعدما وجدت لابيض الجنواز فاستعملها في جوجة صانيات الفران اللي فرشت لهم ورقة طهي الغصانيات فيهم 35 إلى 45 سنتيمتر سنفرغوها بتساوي غير ميزان سنحاولو ان نسطحوها مزيان ونقضو لوجه ديالها ودخلوهم الفران اللي يكون سخول من قبل 180 درجة سنقضوهم بين 10 و 12 دقيقة حتى كتب هنا يبعد ما طابوا لي الجنواز ديالي فانخليهم حتاكي بردو من بعد كنقلبهم فق واحدة المندة اللي يكون نقي نحيدو الورق الطاهي وغالي ناخد الاطار نفس الاطار اللي درت فيها هذك الانسخ في الكنجيلاتور وبعدما كيقبط ليه شو يا راسو فانحيدو وانخلي الانسخ ديالي بطبيعة الحال في الكنجيلاتور ونقضع به الجنواز بنفس القياس نقضع القطع بجوجهم يكون لديهم نفس القياس من بعد ناخد واحد القطعة وندوب واحد تلاتين جرام ديال شوكولاتة السوداء اولا شوكولاتة بالحليب اللي يبغيتو وغالي نديرها فوق منها كيف ما كتشوفو غالي نحاول نوزعها مزيان بالظهر ديال المعلقة وغالي ندخلها لتلاجحة كتبط راسها وهذا الجيعة اللي فيها شوكولات هي اللي غالي نديرها من بعد فوق السوبوغ باش هكذا مني كنكمل الحلوة ديالي وكان بغو نقطعها ما كتكون شالس قلينا هذيك الاجينواز مع السوبوغ وكتحيد لنا بكل سهولة وكتبقى كذلك نقيا نحضر الطبقة المقرمشة اللي غالي نحتاج لها 80 جرام شوكولاتة السوداء 20 جرام البخاليني و 80 جرام الفيتين بالنسبة للبخاليني والفيتين فانخليلكم الروابط ديال فيديو هات ديالهم عفان في صندوق الوصف اروح كندوبو شكلات ديالنا كنضيفو عليها البخاليني وصفيف تاري كنضيفو الفيتين وكنخلطو كل شي مزيان وطبقة المقرمشة ديالنا كتكون موجودة واصفين بعد ندون المونتج فقدن نحضره السببوغ ديال الكارتون سنضيره في الاتار ديالنا والجنوانس اللي درت فيها شكلات من التحت وهدك شكلات طوال اللي غاديكون فوق سببوغ ديال الكارتون وحضر عليها طبقة المقرمشة اللي غادي نوزعها مزيان فوق منها غادي نحاول نملسها مزيان بأين سباتول او غير بادهار ديال المعلقة وغادي ندخلوها لتلاجة الوقت اللي غادي نحضره للموس ثم نحضر للموس الكرامين نحتاج لها 160 جرام سكرسانيدا 180 ميلي لتخذ الكريمة السائلة قبصة الملح 3 أوراق الجيلاتين نحتاج لها 400 جرام أو 400 ميلي لتخذ الكريمة السائلة يحتاج لها 32% مواد دهنية أول حاجة نفزق الأوراق الجيلاتين في كيميا المهمة ثم نأخذ واحد الكسرونة التي نقوم بها الكيميا السكر نجعلها تحول كراميل دائما ونحرقها بملعقة خشبية لا نجعلها حتى يتحرق لنا ونأخذ الكيميا الصغيرة الكريمة نسخنها 180 جرام ثم نضيف الكراميل ثم نضيف الكراميل ونضيف الكراميل ونضيف القبصة الملح ونضيف الكراميل ونحرقه جيدا حتى يضب الكراميل الذي يتحجر كله بكم ونضيف الكراميل حتى يدوبو سوف نصفيو هات الكرامل كي نتكتب لي مبقىوش لنا فيه قطع السكر اللي قاسحين نروح في واحد الإناء اللي يكون كبير شوية ونحركوها مرة مرة نخليوها علاجا حتى يبرد لا يحتاج يبرد تماما ولكن فقط تحيد منه هاتيك سخونية اللي صعبة وكي يبقى فقط دافي ومن بعد ما كيدفالينا الكرامل فناخدو الكيمياء الاخرى اللي هي 400 ميلي لتر و اللي كتكون باردة بزاف كنطلعوها في الروبوت دينا الانشانتية ما كنضيفوش لها السكر وش ماجينش لموس دينا حلوة بزاف من بعد ما كطلع فكنناخدو واحد جوش دينا المعالغ كبارين كنضيفوهم لهاتيك الكرامل وكنحركوه زيان بالفوة او لبطرة باليدوي باش كتخفاف لنا هاتيك الكرامل ومن بعد كنحيدو الفوة كنستعملو فقط لا سباتيول كنضيفو الكريم على جوش دينا المرات وحنا كنحركوه بلا سباتيول دينا من تحت الفق غرب شوية حتى كتندمج لنا وكتكون وكتكون لنا عفو لا موس دي الكرامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن بعد قد نرجع الاطار اللي حضرنا من قبل ونفرغو فيه لاموستي الكرامل ونحاول انقضو وجه ديالها مزيان ونغطيوها بالفيلماني موتر وندخلوها كذلك المجمد على الاقل واحد ساعة حتى كثق بطرسها وعدم انقضوها لاموستي الشوكولة ونقضوها بالفيلماني موتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 50 غرام السكر اشتركوا في القناة 200 غرام شوكولاتة السوداء و330 غرام السائلة اول حاجة نضو بكمية ونجعلها تاخد حرارة المطبخ كذلك نضع الكريمة السائلة ونجعلها تاخد حرارة المطبخ ونجعلها حتى تاخد حرارة المطبخ ومن بعد اخذ واحد الكسرونة نضع كمية السكر مع الكيمية الماء ونضعه على العفيان نضعه تاخد حرارة ثلاثة دقائق حتى تكون لناء واحد سيرو نضع ايناء في السفر البيت ونضع الكهربائي ونضع كسيرو ديانا شوية بشوية هو اللي يطيب لناء هذا البيت وعندما نكمله نستمره في السراب حتى يتبط لناء اللون السفر البيت وكذلك يبرد ومن بعد نضع الشكلات اللي دوبنا من قبل واللي خلينا كياخد حرارة المطبخ سنضربه كل شيء مزيان بالطراب الكهربائي حتى يندمشه ومن بعد نرجع الكريمات اللي ضروري حتى هي تكون خدت لنا حرارة الغرفة مطبقاش برده باش مكيوقعش لنا هذا كلوشك تاغمي سنضيف واحد الجزء منها قياس واحد جوج معالق كبار ونخلطه مزيان بالطراب اليدوي باش كنخفو البغاي ونحيدو الطراب اليدوي ونضيفو الكريمات على الجوج او لثلاثة ديال المرات ونحركو بالسباتول غير بشوية من تحت الفوق حتى تكون لنا لاموس ديالشوكولا المهم فيها هو ان جميع العناصر يكونوا في نفس درجات الحرارة يعني ما يكونش شكلات سخول الكريمات باردة وإلا كان بحالماكا يكون لنا لشوك تاغميك وما غاديش يتجنسونا في الاخر العناصر مع بعضياتهم غادي تكوننا حبيبات وغايتكور لنا كل شي بغيف غادي تخسر لنا لاموس دابا غادي نرجعو الحلوة ديالنا نخرجوها من المجميد وغادي نوضعو فوق لاموس ديال كرامل القطعة الثانية باش كاليك تشوفو من بعد غادي نجبدو كدالك لانسر اللي حضرنا في الول قاع غادي نحيدو له الفيلم غادي نقلبوه فوق غادي نحيدو كدالك البابياليوميوم غادي نحاولو نقادوهم غادي نقادوها غادي نقادوه غادي نحيدوهم غادي نقادوها غادي نديرو لاموس ديال الشكولاد غادي نمليسو السطح ديال حلوة ديالنا وغادي ندخلوها لالقال ربعاء ديال سوايا ومن الاحسن تبقى ليلة كاملة موسيقى 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 ومن بعد ما كملت الحلوة دي ودرتها في الكنجيلاتور فكرت باش نوجد كل شي لديكوراسيون في الليل باش في الصباح من اللين فيق نجبيت الحلوة ما كيبقالي غير محتفوق منها هادا كشي اللي بغيت فهنا استعملت هادا لتخونسفر ديال شوكولات لي كيتباعو فعند ماس لي كيبيعو المستلزمات ديال الحلويات ودوبت فقط شوكولاتة السوداء قدرتها فوق منه في شكل من بعد قطعتهم الشرائط وكلوهم بشكل اللي بغينا ودرت خليت كذلك البابيا جيتاخ او لايمكن لكم تاخدو غير ورقة طهي ودرت فوق منه واحد صافحة بشكلات خليتها حتى يتنشف باش ملي تنشف نكتب فيها هادا كشي اللي بغيت هادشي هادا كما قلت لكم كنت حضرته بالليل حضرت كذلك الكرامل اولا الكرامل كان عندي ديجا الكرامل اللي سبق لي حضرت معاكم في الكيكا ديالة الكرامل اللي كيتحضر فقط بالحليب اسكر غدا نخلي لكم الرابط ديال هاديك الكيكا في صندوق الوصف باش تشوفوا الطريقة ديال تحضر الكرامل اللي سهلة بزاف اولا كما قلت لكم وجدت هاتشي كله على اساس باش لاغدليه في الصباح نزين الحلوة ديالي او جي ملاتات ديها لانها كانت يونكمون ديال غاتو داني فاخسخ ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السوفن فهاد اللي لهادي انا كنت مرضت او دوستها في فلوبيتال ولاغدليه في الصباح يعني صاحبتي مسكينه هي اللي جات للدار او كملات الحلوة داك شعلت غدي تشوفوا فقط شكل نهائي ديالها وبنسبه لزين ديالها فكل واحد يعني بعد ما كتخرجوا من الكنجيلاتا كتحيدوا لها هاداك الكادر كتتخنوا اجناب ديال الكادر طبيعه الحل باش كيتحيد لكم بكل سهوله وصفة كل واحد كيزينها كيف ما بغا فانا بقيت مع صاحبتي في تليفون ودرت لها هاداك شي اللي كنت انا نويا ندير فيها يعني خططتها بالكارامل كما غريت شوفهم بعد وواحد الجزء منها درت فيها هادوك الحبيبات ديال شوكولاتا وفوق منهم حطت هاد القطع ديال شوكولاتا اللي بعد ما كانو نشفوه باتوه في تلاجة ليلة كاملة حيدات لهم هاداك الترانسفير وحطتهم فاحد الجنب وفوق هاد البلاك اللي كتشوفو يعني كتبات ادميلا تساعد بالاسم ديال الطفل فا في هاد الفيديو بريت كذلك نشكرها بثاف بثاف لان مسكينة عدبت معي بثاف هذا النهار ونخليكم دبام على شكل نهائي ديال الحلوة وهذا كان هو شكل نهائي ديال الحلوة فا شكل ديال هزين انا شخصيا اعجبني بثاف وحتى السيداء اللي اخذتها عجبتها بثاف وكدت لينا بعد ان المدق ديالها كالليد بثاف وعجبك عن الناس اللي كانوا عندها الهنا هيا بغيت نعطيكم فقط فكرة على الحلويات غلاسي ديال اعياد الميلاد اللي كان شروههم بالثامن في الباتيسخي يمكن لكم مثلا اللي بغي يصوبها يمكن لكم ما تديروش هالطبقات كاملين تكتفيوا بالطبقة ديال الجنواز والطبقة المقرمشة ومن بعد تديرو سواء لاموس ديال الشوكولة او لاموس ديال كرامل كيف ما بغيتو إلا بغيتو تديرو لان سيخ بوسيبي لا ما بغيتوش فمشي مشكل فقط لان الحاجة اللي كان صوبوها بيدنا اكيد لا يعلى عليها وهنا يقدين كونو صلت نهاية الفيديو فكنتمنى تكونوا استفتوا منها واخر غير شوية وإلا عجباتكم ما تنسوش تخليوليها بزف ديالي لايك بنسبة الناس اللي اجداد معنا تشتركوا في القناة وتفعلوا الشراك ديالكم بالضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد تبارتاجوا الفيديو مع أصدقائكم وحبابكم وانطلقوا فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله سلامة